سبيل للإعلام متذكرين إحنا وقفنا وين؟ أيوة أنا متذكر كويس إنه نحنا وقفنا في فراعون لما انحلم ولما انحلم قام انزعج وصح من النوم آه وبعد ذاك نغس ونام تاني أيوة أنا متذكر أها في المرة دي يا جماعة فراعون برضو شاف ليه حلم تاني في الحلم ده فراعون شاف ليه سبعة جناديل مستوية ومليانة حب في قصبة واحدة وبعد ذاك شاف سبعة جناديل تانية من ضبلنا والهوى من الشفا والجناديل الناشفة المحروقة دي أكلت الجناديل النجيضة المليانة حب وفراعون صحة من النوم وغرف إنه كان حلمان وفي الصباح قام متضايق وقال يا أخو الراس يا أخو الراس نعم بيسرع أجمع عليك كل الناس بتاعنا السحير والبيفسروا الأحلام والعندهم الحكمة ويجيبوهم لي كلهم هنا حاضر يا مولاي ولما كل الناس المطلوبين ديليو فراعون حكى ليهم الأحلام بتاعت الشافة لكن كلهم غلبوا يفسروها ليهو الحاضر شنية تنابلة يعني إدتوا كلكم ما في أي ظل فيكم قادر يفسر لي الحلمين ديليو لو سمحت يا مولاي الليلة أنا اتذكرت حاجة كانت حصلت لي في السجن قبل سنتين يا مولاي أنا ورئيس عمال الفرن كنا غلطنا عليك وبسبب غلطنا دا انت دخلتنا السجن وهناك في ليلة واحدة كل واحد مننا اللي شاف لهو حلم وكان كل حلم ليهو معنا خاص وكان معانا في السجن شاب غريب الشاب دا كان عبد لقائد الحرس وحكينا له الأحلام بتاعتنا وقدر يفسير لينا وفعلا الكلام اللي قالوا لينا كنو طلع صاح لأنك طلحتني من السجن ورجحتني لي وظيفتي وأعدمت الراجل التاني وعلقته عليه خشبة يا مولاي طيب يا حراس نعم يا مولاي أمشو للسجن وأعرف الرأي لدامنو وجيبو ليه هنا بسرعة حاضر أمرك يا مولاي أها وزي ما اسمعنا فراعون رسل عشان يجيبو ليهو يوسف وسيدنا يوسف قام يستحمى وحلق دقنو وغير ملابسو وبعد داك جاء ووقف قدام فراعون وفراعون قال ليهو أسمع يا شاب مبارح أنا حلمت لي حلم وملقي الزول يفسروا لي وأنا سمعت إنك بتفسر الأحلام وسيدنا يوسف قال لي فراعون يا مولاي لو سمحت تفسير الأحلام مش من عندي لكن الله سبحانه وتعالى لخير حيوريك تفسير الأحلام بتاعتك وفراعون حكى لسيدنا يوسف عليه السلام أشافه في أحلامه الاثنين بكل تفاصيله ويوسف قال لي فراعون يا مولاي أنت حلمت حلمين لكن في الحقيقة هم حلم واحد والموضوع كله إنه الله داير يوريك اللي حيحصل في المستقبل السبع بجرات السمحة والسمينة والسبع جناديل النجيضة ومليانة حب هي سبع سنة والسبع بجرات الشينات الضعاف ديل والسبع جناديل الناشفة المحروقة هي سبع سنة تانية كمان طيب يستمر زي ما قلت لك يا مولاي إنه الله سبحانه وتعالى وراك اللي حيحصل السبع سنة الأولى حيكون في رخاء وخير كتير في مصر كلها وبعد ذاك حتجي سبع سنة تانية حتكون كلها مجاعة بكل أسف والجفاف حيضرب البلد وين الشفا والناس حينسوا كل الرخاء الكن في مصر لأن المجاعة الحتجي بعد ذا حتكون شديدة شديدة جدا أما قصة إنه مولاي شاف الحلم دا مرتين دا معناها إنه الله غدر الأمر دا وحينفزه في أقرب وقت مجاعة؟ معقول؟ في بلدنا؟ دي مصيبة دي أخبار سيئة جدا عشان كده يا مولاي أحسن منها ستشوف لك زول عنده حكمة والتدبير وتصريف للأمور وكمان حق قضعين متحصلين في كل مصر عشان ياخدوا خمسة المحاصيل اللي حيجمعوها الناس في سنة الرخاء السبعة ويخزنوها تحت إدارتك عشان يكون في احتياطي للمجاعة المجاعة حتضرب مصر كلها وعشان الجوع ما يهلك البلد أها وفرعون يا جماعة سمع الكلام دا ومستشارين كلهم كانوا موجودين معاه كمان وكلهم عجبتهم اقتراحات سيدنا يوسف وفرعون قال يا مستشارين نعم يا مولان نعم طيب تفتكروا ممكن نلقالين واحد حكيموا مدبروا إلهوا معاهوا مرهموا زي الرأيل دا أبدا أفتكر ما في زلطاني غير يوسف دا نفسه يا مولان يا يوسف إنت إلهك أداك الأسلار وحكمة وما في أي واحد زيك عشان كده أنا وكتب بالمهمة دي وعينتك نايبي وكل الشعب حينفز أوامرك وما في أي واحد منهم حيكون أعلى منك غير أنا في العرب وفرعون بعد ما عين سيدنا يوسف نايب ليه طلع خاتم الإنضة بتاعه ولبسوا ليه دليل على إنه فوضه وكمان أداه السلطة وأداه حاجات تانية للتشريفة ولبسوا ملابس الكتان الغالية وخصص ليه عربية حمطور اللي بركبه نايب الملك وأمر حراس الشرف بأنهم يعلنوا كل الناس عشان يعملوا تعظيم ليوسف كل ما يمر فرعون قال ليوسف يا يوسف يا يوسف نعم يا مولاي أسمع أنا فرعون ملك مصر وبقول لك من دلوقتي ما في أي زل في مصر كلها حيقدر يحرك يد أو يخد رجل من غير إذنك أنت شكرا يا مولاي يطول عمرك وفرعون يعني عمره كان كم سنة في الوقت داك سيدنا يوسف يا أولادي لما بيقى نايب لي فرعون كان عمره تلاتين سنة تلاتين سنة بس تلاتين سنة بس الحكمة دي كلها؟ آي كان صغير شديد وبدأ يسافر في كل نواحي مصر عشان يتفقد الأحوال وجاد على مصر السنين السبع المليان بالخير والرخاء والأرض أنتجت محاصيل وفيرة جدا يوسف قام خزن كتير من المحاصيل دي في كل مدينة خزن إنساج المناطق الحواليها والمحاصيل الجمعوها كانت كثيرة جدا لدرجة إن وقفوا عدها لأنه ما كان ساهل عليهم في الوقت دا سيدنا يوسف عليه السلام والجنوح ولدين الولد الأول سماه منسة والتاني سماه أفرايم وكان كل اسم ليه معنا الأسماء دي حنعرف معناها من حديث يوسف الجايدة أحمدك يا رب أحمدك يا رب لأنك رزقتني بمولودي منسة لأني بهو نسيت التعب اللي شفت في حياتي وصبرتني على فرق أهلي وأحمدك برضو يا الله عشان رزقتني بمولودي أفرايم زينة حياتي في البلد هالضغط فيها المرة وبعد ما انتهت سنين الرخاء السبعة بدت سنوات المجاعة السبعة زي ما سيدنا يوسف عليه السلام قال لفرعون المجاعة دي عمت مصر وكل البلاد المجاورة ولكن مصر كان فيها مخزون كافي من الطعام يعني ناس ما جاءوا؟ لا في الحقيقة لما الناس ضاغوا جدا من الجوع استنجدوا فرعون وطلبوا منه الطعام فرعون قال ليهم أمشوا ليوسف وأسمعوا كلامه وأعملوا الحاجة اللي بيقولوا ليكم لما المجاعة عمت البلد سيدنا يوسف فتح كل المخازن وباع المحاصيل للمصريين والناس من كل البلاد المجاورة كمان جوم يا مصر عشان يشتروا المحاصيل من سيدنا يوسف لأنه ما كان عندهم أي شيء يأكلوه ولأن المجاعة كانت شديدة وقاسعة طيب يا جماعة خلونا بعد كده نرجع لك نعان بلد يعقوب أبو يوسف ومعاه باقي أولاده عشان نشوف حصل لهم شنو هناك عبالله يعقوب وأولاده هناك برضو واجهوا المجاعة برضو جاعوا برضو جاعوا وما كان عندهم طعام كافي وكانوا مهمومين وبيفكروا دايما في الموضوع ده ده شنو ده الطعام اللي عندنا ده مكفى يا وحيخلص بعد شوية يا أخي تصبر شوية لأنه فيما جاء حصل في البلد يا أولادك ده اسمعوني التموني اللي عندنا ده قريب حيخلص وانا سمعت إنه في مصر في طعام كثير مال المخازن ألقوا على الساكت هنا ما حيفيدنا بشي يلا قوموا ينتو العشرة وصافروا لي مصر عشان تشتروا لنا تموين قبل ما التموين اللي عندنا ده يخلص وجوعي هلكنا حاضر يا أبوي حاضر حنسافر وأولاد يعقوب العشرة سافروا لمصر لكن أبوهم رفض إنه ولده الصغير بن يمين يسافر معاهم لأنه كان شفقان عليه جدا وكان خايف إنه بحصل له حاجة أولاد يعقوب لما وصلوا مصر لقوا يوسف هو المشرف على بيع الطعام للناس سيناك وماشوا عشان يقابلوه ولما شعفوه إنحنوا ليه باحترام وكانوا مدنقرين ليتحد على الأرض وبمجرد ما سيدنا يوسف شاف أخوانه عرفهم لكن عمل زيه كأنه ما عارفهم وهم ما عرفوا وبعد ذاك اتكلم معاهم بواسطة مترجم وسألهم أنتوا جايين من وين يا جماعة؟ نحن جايين من كنعان عشان نشتري طعام في اللحظة دي سيدنا يوسف يتذكر أحلامه الزمام بخصوص أخوانه عشان كده اتكلم معاهم بطريقة جافة شوية وقال ليهم محاصيل؟ تموين؟ تموين شنو؟ لا انتوا ما جايين عشان تشتروا محاصيل انتوا جواسيس انتوا جايين عشان تتجسسوا علينا طيب يا جماعة خلونا نقيف هنا ونواسف للمرق جايب للمرق محاصيل تحية زروب تحية زروب اخراج تماغر شيخ الدين محاصيل المحاصيل محاصيل